اشتركوا في القناة لذلك سوف أقدم من ضمن هذه الفعاليات الفلكية المتنوعة محاضرة استكشافية عن كوكب المريخ أنا اسمي مصطفى عصفور وأهلا وسهلا فيكم وسوف طبعا نتحدث على استكشاف كوكب المريخ كوكب المريخ هو الكوكب القريب من الكرة الأرضية ولو أخذنا في البداية بعض المعلومات الأولية عن المريخ قبل أن نفوت ونغوص في المريخ إذا نطلع على خريطة عامة سوف نرى أنه كوكب المريخ هو كوكب الثال الرابع من الشمس يعني عندنا عطارد هتنحط الأسماء حتى يكون شيء أوضح نشوف أنه في عنا عطارد عندنا الزورة الأرض المريخ إذن كوكب المريخ هو جارد الكرة الأرضية وهذا كوكب طبعا اللي بدور حول الشمس مثل بائي الكواكب هو جزء من ما يسمى بالمنظومة الشمسية أو العائلة الشمسية ولكن المريخ لو أنا قارنته في الكرة الأرضية تبعتنا الكرة الأرضية نحن عايشين فيها منشوف أنه كوكب المريخ أولا في إنه ميزات خاصة طلع على الكرة الأرضية بالشريحة منشوفها لونه أزرق الغالب الأزرق والماء ولكن للمريخ لونه أحمر والسؤال طبعا هنا منين أجل لون الحمرى ومنشوف بالفعل شوفوا ما أجمل للغة العربية كوكب أمرخ يعني كوكب ذات حمرى شو يعني أمرخ يعني ثور أمرخ ثور أمرخ يعني ثور لونه أحمر وليش العرب سموه كوكب الأمرخ أو الأحمر السبب يعود لأنه هذا الكوكب غني جدا في الحديد على سطحه ووجود الأكسجين في الغلاف الغازي تابعه مما قد إيش إلى تأكسد الحديد وهي يعني صدي صدق عشان إيكي كوكبين صدي نعم صدق الحديد صدق الحديد وهذا الصدق طبعا بيعطيك بكسب الجسم اللون الحمرى أو الميل إلى الحمرى فلذلك من أجل كلمة المريخ أو الأمرخ كوكب المريخ ولكن العرب والكثير من العلماء لما اطلعوا على القب السماوي شافوا في نقطة حمرى في نقطة حمرى في السماء وكان يستبشوا بشكل عاطل الصراحيح ليش؟ إنه هاي النقطة الحمرى كان يعتقدوا إنه عبارة عن اشتعال للحرب أو للطعون أو للأمراض فلذلك كانوا يتفائلوا بشكل شر يعني إنه هذا إشي يحكي على إشي مش مظبوط هي حيحدث خلال الفترة القريبة ولكن طبعا ما هي مجرد فيش إلا أي علاقة المريخ ما فيش إلا علاقة في الحظ ولا أي شيء إطلاق هاي مجرد بس أشخاص كان يعتقدوا ذلك ولكن المريخ اللي يتميز فيه إنه عندما نتحدث على كوكب المريخ هو يسمى بتوأم الأرض عشان إيك هو شبيه بالكورادي وإذا أنا بتحاول أفرج بعض الصور نطلع هنا إذا بدأ قارن أو أشوف صفات المريخ بتطلع إنه المريخ قديش بعده حوالي واحد ونص ايو وش يعني ايو؟ يعني وحدة فلكية واحدة وحدة فلكية من الشمس طب شو هي وحدة فلكية؟ هي عبارة عن بعد الأرض عن الشمس بعد الأرض عن الشمس هاي وحدة فلكية واحدة قدي المسافة يعني 150 مليون كيلومتر يعني الواحد ايو يساوي 150 مليون كيلومتر يعني قديش بعد المريخ عن الأرض نص ايو لأن الأرض واحد ايو المريخ واحد ونص إذن بعيد المريخ عننا نص ايو يعني نص 150 مليون كيلومتر يعني حوالي خمس سبعين مليون كيلومتر. اذا نطلع على القطر اصغل من الارض ستلاف واشي. درجة الحرارة ناقص عشرين يعني اريبة على الارض. الارض حوالي عشرين. يعني ناقص عشرين منيح يعني ها قريبة. ونطلع على اليوم اربع عشرين ساعة. له قمارين فوبوس وديموس. له غلاب غازي. كيف احنا شايفين طبعا هون. ولكن كمان مرة الكوكب الاحمر. هذ الكوكب اهتموا فيه الكثير الكثير منه العلماء. ولما شافوا المريخ كانوا يحاولوا يهتموا في هذا الشواء يعني اثار فضول العلماء حول هذا الكوكب. ايش هذا الكوكب? فلذلك اول اشي بنحن نعرف انه كوكب المريخ بتميز بميز خاصة عن كل الكواكب. ان ايش فيه بتميز? فيه اعلى جبل في كل الكواكب المنظومة الشمسية. اسمه حوالي سبعة وعشرين كيلومتر من السطح. سطح المريخ. يعني حتى تعطيكم مثال. خذوا الكرة الارضية. يعني اكبر او يعني اكثر جبل ارتفاعه في الكرة الارضية ايفارست حوالي 888 متر. او يعني حوالي تسعة كيلومتر بالتقريب. اتخيل اوليمبوس ماونت سبعة وعشرين كيلومتر. تخيل قديش حوالي مرة واكثر تقريبا مرتين من المريخ. من الكرة الارضية من ايفارست. يعني اعلى جبل في الكرة الارضية بالمريخ. هذا الجبل سبعة وعشرين كيلومتر. الجميل كما مرة هون كما ذكرنا. انه العلماء اهتموا في القب السماوي. اهتموا خاصة في النقطة الحمر هاي في السماء. وانا بدعونا الاخوة للمعالمين والطلاب في برنامج اسمه سكاي فيو. ببلاش تغلت نزله. وبسكاي فيو هنا تبعطيك كل القب السماوي بكل وقت من الاوقات. عن جد يعني تطبيق جميل جدا بالنحة الحاسوب. احدى الاشياء الجميلة جدا انما قال لي وقال لي لقى التلسكوب واكتشف التلسكوب. اجي عالم اسم شابريلي. شابريلي 1879 حاول يطلع على الكوكب الاحمر المريخ. وحاول بالاول لما يعني اتخيل فكر انه في حي زريم او ما يسمى بكائنات حي خارج الكرة الارضية موجودة على المريخ. وقال هي اضايا اثبات. هي اطلع على هاي الكائنات الحي متواجدة على اللي انا ببينها على التلسكوب وهم بيني. ولكن ولكن للأسف اذا بنرجى على الشريحة هاي. اتبين في مباعد انه كان العدسة في التلسكوب مكسورة. العدسة كانت مكسورة. وهذا اللي شايفينه هاي عملية شو كان يرسم؟ السطوح. على العدسة كان يرسمها. اتهيأل وفكر انه انه هذل شافه على المريخ. بس تبين فيما بعد انه يعاملها في اش بالمرة انه شو عمل شابريلي بالالف وثمانية وتسعة وسبعين. هو عبارة عن اشي بسيط. هو عبارة عن السطوح. اللي كان العدسة مكسورة عن التلسكوب ومانتبه لها الشغلي. فاعتقد انه كذا كذا طبعا تبين طبعا إحدى الأشياء الجميلة أنه نعم لكل عالم هناك كبوة وطبعا شاب الرئيلي إحدى العلماء العظام ولكن طبعا في أمر ما انتبه له ولذلك قضية الحيزريم أو قضية الكائنات هذا إشي موجود عشانك بوضح للإخوة المعلمين والطلاب أيضا ما في حياء مثبتي خارج الكرة هذه نقطة سطر جيد ما في حياء ما في حياء الحياء فقط على الأرض ممكن يكون حياء أخرى ممكن ممكن ولكن لم تكتشف بعد يعني ممكن وجود حياء ممكن ولكن لم تكتشف بعد فأنا أوضح هذه النقطة أنه ما في هاي الرجال الخضر أو الرجال أو الحياء خارج الكرة الأرضية ما في إثبات واحد واحد على حياء خارج الكرة الأرضية فلذلك هذا الأمر ما في له معنى ورح أذكر كمان شغلي لأدام على هذا الأمر هاي سطح المريخ فلذلك المريخ لما وصل لما وصل الإنسان مع التطور التكنولوجي العلمي بعث كمان أقمار اصطناعي كبير جدا إلى القمار إلى كليتها أقمار كليتها مش أقمار سريع عفواني اللي كليتها مراكب فضائية مراكب فضائية اللي كانت تنزع عن المريخ بس شوائل مراكب الفضائية عبارة عن مختبر عظيم مختبر عظيم إيش الهدف تمام المختبر إنه يشوفه شو نوع الصخير يشوف شو نوع التربة شو المعادن شو فيه إذا فيه مي الكثير من الأمور حبيت أوضح كمان الأخوة المستمعين المشاهدين والطلاب إنه الإنسان نزل على القمر بالألف وتسعمية وتسعة وستين من الأرمستونغ ولكن شو مع المريخ؟ وهذا الإنسان نزل على المريخ؟ آه عشان يكي فيه تحضيرات فيه تجهيزات قبل ما إنسان نزل على المريخ عشان يكي الإنسان شو بيعمل اليوم؟ عم بيبعث مراكب فضائية صغيرة جدا يعني أكم كيلو جرام اللي بتنزل حفرجيكم فيلم بالآخر لها كي بالضبط شو بصير على المريخ؟ هو كي بتنزل المركب الفضائية على المريخ؟ ولكن هاي خرشوان إن شاء الله متفوت على مقطع فيديو بفرجيكم إياه ولكن هذا سطح المريخ يعني سبيرت أوبورتشينيتي والكثير الكثير كوريوسوتي هاي كلها مراكب فضائية صغيرة اللي وسط مختبرات علمية متطورة جدا اللي نزلت على المريخ بأمان وبعثت صور وهاي بعض الصور على المريخ نعم المريخ نحن نحكي أنا بدافوت على الأشياء بدا حول أخلص والمريخ طبعا مكان جميل جدا من ناحية العلمية كمختبر علمي للإنسان حتى يفحث ويشوف شو أصل الحياة وامور كثيرة جدا المريخ كيف كانت الكورة دي نطلع على الصور هون المريخ كان في الكثير كم Alberta من الأشياء الجميلة جدا اللي ممكن نتعلمها من الكوكب المريخ أولا يعني كيف نبين أنه على المريخ كيف تكون أرضية هنا في نيازك هنا ترقم بين في نيازك في شهب هاي أشسام اللي ممكن تصديم على سطح المريخ كيف تصديم على الكورة الأرضية ولذلك حنا نشوف بفعل على المريخ يعني من المختبرات العلمية ،أنه في الكثير من النيازك تصديم على سطح المريخ ولكن السؤال الجميل هون هذا السؤال الجميل هو هل في ماء على المريخ هذا هو السؤال الجميل وجود هل في وجود ماء على المريخ اولا بدون حتى ما يكونش اي بالبلي اليوم لا يوجد ماء على المريخ لا يوجد ماء على المريخ اعتقاد طبعا الاعتقاد سنحكي عليه اخر شوي ولكن اليوم لا يوجد ماء على سطح المريخ كمان مارا بوضح الكلمة على سطح المريخ من برا ما في ماء بس ممكن انه ماء تكون لجوه وهذا سنحكي عليه ان شاء الله اخر شوي إذن السؤال هل المريخ كان عليه مي؟ حقيقة الكثير من الأمور العلمية بتشير أنه نعم نعم ولا أعطيك أسر الإثباتات والدلائل خلال الدقائق القريبة القادمة أنه نعم كان في الماضي في الماضي مياه سائلي جاري كالأودي والأنهر على سطح المريخ كيف الأرض بتبقى تبقى تبقى الأصل كيف الكرة الأرضية كانت مياه جارية على المريخ كيف الأرض وكثير من الدراسات العلمية تشير اليوم أنه قبل أقصر من ملايين سنة ما يحكي على 200 مليون سنة أو أقصر أو ما يزيد على 200 مليون سنة أنه كان مريخ عليه سطح مي يشبه الكرة الأرضية ويطلع هاي الصور هاي بعض الصور هاي ده وضيح لكي ألكو إذن كان مريخ وكان محيطات على الكوكب المريخ وإسبعته كمان الأدل من المراكب الفضائي اللي نزلت وهي كل السباح كي علي آخر شوي ولكن الظاهر أنه نعم فيه مي على المريخ وفي كثير دلائل دلائل علمي قاطعة على وجود حياة عفوا على وجود ماء استممكن يجي واحد يقول لي يا أستاذ طب ممكن هل وجود الماء يعني وجود حياة لا بكل التأكيد لا يا أين توجد حياة يجب أن يكون ماء ولكن ليس بالضرورة هذا غير صحيح إلى عكس يعني إذا وجدت المي هل مزبوط كل حياة الجواب لا قطعيا لا هو الدليل إنه ممكن لها ماء في كثير من الأماكن في الكرة الأرضية في الكون وفي المنظوم الشمسية وما في حياة يعني وجود حياة يتطلب وبالضرورة وجود ماء هاي حياة نعمل نعرفها طبعا أما وجود ماء هل بالضرورة يكون حياة بالتأكيد لا بكل تأكيد لا إذن هاي كمان بعض الصور اللي طبعا طبعا صور محاوسبة طبعا نحن ما نصور الإنسان الماء على المريخ بالماضي طبعا اليوم مش مبين ولكن من الإشارات العلمية من الإشارات العلمية اللي الإنسان جمعها خلال المراكب الفضائية نزلت على المريخ بنى لإلو صورة معين استوحاها من الخيال كيف كانت المي على المريخ قبل ملايين السنين وإسته طبعا حتكون كمان بعض الصور إذن كان مي على المريخ طيب إسته لو داس أنا أسأل سؤالي طب لو في مي سائل على المريخ معاناته شو ما بتوقع أنا بتوقع يتكون أنهر يكون أودي بتوقع يكون مياه زاري اللي بنحكي على الجاذبية عاناته في عندي مي نزلت مي معاناته كان مطر معاناته كان على المريخ مطر معاناته كان على المريخ مياه جاري وأودي وشللة بكل تأكيد السؤال يعني إسا أنت لأي طالب وأي طلاب لما أنتوا تطلعوا رحلة إلى الجولان أو إلى النقب طب بالصيب أحكي بالصيب شهر سبعة أو ثمانية طب ما فيش مي بس تقدر تيجي تقول لي أكيد أكيد مشيك مي في الماضي كيف تقدر تعرف آه في دلائل في إشارات في إشارات معينة التي تصرخ أنه هنا كان ماء جاري كان مياه جاري مش بس مي طب وهي الإشارات إذا أنا بشوفها اليوم نبدأ جعل النقب وهنا أكيد في الأودي أودي اللي بيني في الشك في علامات واضحة للأنهر والأودي هذا بكل تأكيد بقول أنه كان مي هون ماشي مع أنه ما أنا بشرتش المي هون إذن هل لازم إحنا سندور أيش على الأفارات هاي إذا قد تندور على أفارات المياه الجاري واخذوا بعض الإثباتات هاي مثلاً نبين واضح كأنه محل نهر هذا على المريخ يعني أنا وصولة فرجيتك إياه من كور أرضي بتقول لي أستاذا يأكيد كور أرضي هذا مكان مياه جاري مش مصدق ولا إيش ممكن نفرجيك كمان إثباتات دليل أو أديلي أقرأ أخرى طبعاً نخلي أخرى شوائق بعد أوه ممكن نشوف من هون على فكرة إيش جميل جداً اتطلعوا على خلقوا روحة بحر الميت كمان سؤال جميل جداً روحة بحر الميت مش راحنا ملاحظة اليوم بحر الميت عم بنزل صح ارجع على بحر الميت قسة وطلع على زفات بحر الميت مبين الخطوط وين كان البحر صح هون مبين خطوط واضحة جداً في المريخ عايش بدل انه كان أمواج وكانت كان بحار وهذا بشكل واضح اللي مش مقتنع شو راكب هاي الصورة أيضاً هاي الصورة من المريخ مش مقتنعين بلاش شو راكب هاي الصورة هاي كمان أثبات مش مقتنعين كمان في عند الصور ولكن أنا بدي ألخص اللي بدي ألخصه إسا شوي بسيط انه المريخ انتقل انتقل من كوكب مائي قبل ملايين السنين إلى كوكب صحراوي جاف من كوكب مائي إلى كوكب صحراوي جاف هذا اللي احنا شايفينه اليوم طبعاً إسا السؤال جميل جداً ورحت المي طب كمية المي العظيمة ورحت المي ورحت المي على المريخ سؤال جميل جداً بتأمره شوية نكون عندنا وقت حتى نعطي جواب عليه وحتى ألخص كل الكلماء المياه على المريخ اطلع على الصور هاي قبل أربعة مليون سنة انبين الصور كان تقريباً كوكب الأزرق مقدر أقول للمريخ كوكب الأزرق مثل الكرة أرضي ملاء ماء ومحيطات قبل 3.8 المي صارت تقل وتتقلس ثلاثة ونص اثنين واحد اطلع واحد مليارد سنة هاي بالأرقام بالمليارد مش بالمليون عفواً إذا براح أخذ واحد مليارد سنة شو أنا بطلع انه كمية مي قليلة جداً اليوم ناو هاي الكلمة اليوم موجود احنا في المريخ صحراوي قاحل لا شيء ولا ماء وهون السؤالة الجميل وين راح الماء يعني ما في عنا شك شك بالمرة انه كان على المريخ ماء بس خلينا نكمل للمقتنعش منكم على انه المريخ كان ماء في عندي كمان صورة جميل جداً خلينا فرجكوا إياها وبعدين بنحكي على قضية هل وين رحت الماء على المريخ وين رحت الماء على المريخ بس كمان نقطة أخرى رح نحكيها كمان شوي بالتوازن كمان الإنسان من ناحية تكنولوجيا علمية حابة بيصل إلى المريخ ويستكشف المريخ ويبني مستلطني على المريخ حتى يتعرف على المريخ عشان هيك وجود الإنسان والمشروع العظيم في إيصال إنسان للمريخ طبعاً هذا معقد جداً 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 وأنا بدأ أنصح أخو المعالمين في مراحضة بن قسين إذا بتسمحوا مهم جداً توضحوا للطلاب اليوم في الأشهر القريبة عم بيعملوا قضية يعني المريخ نموذج المريخ في مختاش رامون وعشان هيك تفوت على الإنترنت وتفحصوا الإشي ولكن أنا متأسف في الوقت عم ما يدهمنا بنحاول نتقدم شوي هاي كمان صور بعض الصور على المريخ طلع على الصور جميل جداً هاي الصور جميل جداً إيش هاي الصورة؟ مش هاي أخديد؟ أخديد لا إيش هاي؟ مين صواهي الأخديد؟ خذ هاي الصورة طلع صورة بالله عليك صورة جميل جداً هاي الصورة مين عملها؟ مش هاي الماي هاي كانت مياه جاري لا شك كانت مياه جاري هنا إذا وقلت كلها ترى الصور هاي بدل بلا أدنى شك هاي كله على المريخ إنه على المريخ كان بالفعل طلع طلع على الأخديد الصغيري هاي طلع على خديد الصغير هاي. وهذا جبل أولمبوس ماونز. هذا حكينا عليه. طلع كلية كانت هنا مياه جار. طلع على الصورة هاي بالله عليكم صورة جميل جداً. وطلع الغلاف الغاز الدقيق حول المريخ. وطلع الشمس طبعاً بالأفق. شوفوا طبعاً هاي الصور جميل جداً. تشرير بشكل قطعي لا شك فيه. انه كان على المريخ. كان على المريخ مي ومي جارية. بكل معنى الكلمة مي جارية. ولكن وجود إنسان هنا في فيليف فيديو. مقطع فيديو. اللي بشراح لكم طبعاً كيف بالفعل الإنسان المتوقع يصل على المريخ. وطبعاً اشه الجميل جداً. راح تشوفه هون بالفعل. لا ما انسى اللي عاملها. هاي حقاق وصل لي هناك المريخ. قلنا مراكب فضائي مثل وكثير. الكثير من المراكب الفضائي اللي وسط على المريخ. وطبعاً اشه مخطط بشكل منيح. ولكن اطلع على الفيليم. أنا بدي أكمل شوي على بعض الملاحظات. المريخ يعتبر اليوم ما فيش قاحل بدون مي. السؤال كان الجميل وين راحة المي. المي الظاهر انها تبخرت وطلعت الى الفضاء. طب ليش؟ هذا سؤال جميل جداً. لانه الظاهر كوكب المريخ صغير نسبياً. ستة لاف كيلومتر فرجينا في البداية. ولكن المريخ بسبب الصغر تبعه. الجاذبية تبعته مع الوقت عم تضعف. جاذبية المريخ مع الوقت عم تضعف. لذلك فيش اش يمسك المي. فيش عندك الاشي يقدر مسك المي. فلذلك عملياً المي طلعت من المريخ. اذا احنا بهاي الحالة بنتخلص المحاضرة. وبدأ حاول اجاوب على بعض الاسئلة طبعاً للطلاب. اختار ثلاث اسئلة. وممكن ان تستمتاع بهذه الصور. نتحول الان للاسئلة اذا فيه امكانية. نشوف بس اذا فيه اسئلة. فيش اسئلة. معناة احنا حالياً مش شايف انه فيه اسئلة الوزة تلعنها. فلذلك انا بقدر اختل الاخص واستغلي الدقائق القريبة. طبعاً انتم مدعوين. كنت تفوتوا على تشاك. وتسألوا اسئلة كمان. واذا بتأمل. اذا بقدر اسأجاوب. اذا اه اه لا. ولكن فيه امكانية طبعاً. اه اه عن طريق الانترنت. احاول اعطي بعض الاجوبة على هاي الاسئلة. ولكن المريخ. بدي احاول الخص جملة واحدة. نعم. ممكن انت الطالب تكون رائد الفضاء اللي يمشي على المري المريخ كمان عشر عشرين سنة. نعم. ولكن حتى تكون رائد الفضاء. بحاجة تكون جدي في التعليم. بحاجة تحب الاشخاص اللي حواليك والمعالمين. لانه رائد الفضاء بي مش قدرش يشغل لحاله. بحاجة الاشخاص حواليه. فلذلك ممكن انت كطالب. نعم. نعم. انك تكون ايش? رائد الفضاء اللي يمشي على المريخ كمان عشر عشرين سنة. بكل تأكيد. ما فيش انا مش شايف فيه شك. وخاصة اني احكي اليوم الكرة ارضية. كلية تسارت عملية قرية صغيرة. بسبب التقدم العلمي. اذا شو المشقي. ولكن ان كنت ذا رأي. فكن ذا عزيمة ففساد الرأي ان تتردده. ان كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة. ففساد الرأي ان تتردده. فلذلك يجب عليك انك تكون عندك متشدد في رأيك وفي حلمك. وممكن تكون رائد فضاء. ونعم. ممكن تكون رائد فضاء وينزل على المريخ. وهذا مش هرم. هذا بتعلق قديش انت مآمن بالفكرة؟ هذا بتعلق لا قدش انت بتحلم ومقامل بالفكرة هاي. هذا نعم بكل تأكيد بيعطيه الإنسان العزيمي والإراضي والثبات حتى يقدر يحقق الحلم تابعه. شكرا لكم. بتأمل انكم بسطوا. وبتأمل انكم استفدتوا من المحاضرة الشيقة هاي. وطبعا الكثير ممكن ان نتعلموا ونستفيد منه. عشان كنا بتعود الزملاء المعلمين ان يوجهوا الطلاب لكثير من مواقع من كثير امور متواجدي اللي ممكن استغلالها باليوتيوب ممكن استغلالها بالانترنت واستفادة عن موضوع المريخ وكل البرامج التي تتعلق على المريخ. وبكل تأكيد انا اعتقد المشروع القادم العظيم الكبير للانسانية هو الهبوط على المريخ. القمر نزل على القمر. المريخ. فلذلك اين انت اخي المسؤول اين انت اخي المعلم في تحضير هذا الكادر في تحضير هؤلاء الاشخاص اللي يكونوا بالفعل جاهزين للرواد الفضاء اللي ممكن يكونوا في المستقبل. وشكرا لكم.